يا مساء الخير والسعادة على عيونكم يا اهلا وطبعين وحشتوني جدا ويا رب النهاردة تكونوا في احسن حل والنهاردة مع بعض فيديو جديد وسيدة جديدة زي ما تعودنا كل يوم نكون مع بعض بسيدة من جميع انحاء العالم نشوف ايه الافكار الجديدة سواء ديكورات او روتينات او ترتيبات مختلفة النهاردة معنا سيدة اجنبية لكن من اصول عربية هتحسوا بقى ستايل البيت عندها ستايل تقدمتها لضيفها وستايل ترتيبتها كله من الروح العربية وكمان خصوصا افكار الديكورات الخاصة بيها في التقديم هتحسوا ان الستايل بتاعها كله من روحنا كده هتحسوا ان احنا مش في جو مختلف عن حياتنا فالنهاردة السيدة بجد جميلة ورائعة وبسيطة في نفس الوقت وبتعمل ديكورات حلوة قوي من حاجات عندها تستغلها بافكار حلوة كل ده هنتابع في الفيديو النهاردة فبتمنى تتابعوه معايا للاخر وتشوفوا كل الافكار اللي فيه وما تنسوش طبعا دعمكم ليا باللايكات الحلوة وكمان كومنتاتكم اللي بتشجعني دايما واشتراككم في القناة لو كنت اول مرة تشوفوني ودايما برحب بكل الناس الجديدة اللي دايما بتنضمننا ويرب نكون عند حظ نظنكم زي ما شفتوا كده تقدمها للصفرة اكل يعني بصوا تحسوا ان هو عاربي تحسوا ان انتو خلاص يعني انتو كمان عايزين تاكلوا معاها شوفوا كمان هنا تقدمتها للتسالي او للب والمكسرات بطريقة حلوة قوي دي عارفين عاملة زي الكعدة اللي بتبقى موجودة تحت التورتة اللي هي الكارتون دي فيه منها زي كستر كده يعني كطع صغيرة هي جابتهم هنا وبدأت ان هي تثبت عليهم اللب والمكسرات اللي عندها وكمان شوية من الورد بشكل حلو قوي وكمان بدأت ان هي تحطهم كي غطى كده على الكوبية والمشروب اللي هي قدمتهم بجد فكرة حلوة قوي بدل ما تحطي للمكسرات او التسالي في طباق لكن فكرة ان تدي لكل واحد الحاجة بتاعته بس في نفس الوقت شكلها حلو وشكلها شيك ومختلف اكيد برضو حيفرق في لمساتك قدام ضيوفك فدايما هي بتحاول تقدم لهم كل حاجة جديدة وتحاول تقدم لهم افكار مختلفة في التقدمات وطبعا بعد ما بتعمل كل ده زي ما انتوا شفتوا المنظر بقى اللي كان موجود سواء في المطبخ او على الترابيزات بالشكل ده كده شوفوا تقدماتها الكتيرة جدا لضيوفها ودايما عندها قولوا كده كرامل ضيوفة فبتقدم لهم كل انواع الحلويات والتسالي والمكسرات والفواكه بس في نفس الوقت هي مقدماهم بطريقة حلوة جدا تفتح النفس كده فبعد ما بتخلص كل ده بترجع تاني روتين بيتها الحلوة جدا النضيف القنيك والبسيط في نفس الوقت بكل سهولة ودايما طبعا روحها الحلوة ان ده اكيد مش حاجة بتتعبها بالعكس بتبسطها جدا كمان برضو شوفوا هنا عندها علبة الشوكولاتة بتقول ان انا ممكن استغلها بفكرة تانية ديكور هتعمله معانا بس قبلها ان هي لو عندها ليبل أو تيكت ان هي تقدر تفكها ازاي جربت السلك بتاع الاطباق وجربت كمان الاستشوار قالت ان كل ده ممكن هيأثر عليه ومش هيعمل فلاقت ان اصلا الستيكر او الليبل اللي موجود عليها من الظهر فحطت اللاز السولوتيب اللي هو الشفيف ده وبدأت تشدها وطلعت معاها بكل سهولة شوفوا بقى فكرة التقديم الحلوة دي ان هي عملتها زي بليد سواء دور او دورين تقدم عليه الحلويات او ممكن تعمله كمنظم عندهم فكرته حلوة بجد قوي زي برضو هنا استخدمت نفس اللي هي العلبة بتاعت الشوكولاتة وبدأت ان هي تحط ما بينهم زي جار كده او كوباية وكمان عندها هنا الاطار ده بدأت تثبت عليه شوية من فرع الشجر وفرشات شوفوا بقى الستاند بقى شكله حلو ازاي هنا هنا مقدمة عليه شوية من الكوبكيك او من الحلويات فكرة حلوة قوي يعني ممكن نشتري حاجات زي دي بقى سعار بجد هتبقى عالية قوي فممكن ان انت بحاجة عندك وتجيب شوية كده تفاصيل او اضافات بسيطة تحوليها ليه الاشكال دي برضو الطبق اللي هي استخدمته ده ده طبق من اطباق اللي بتشتري فيه الحلويات برضو استغلت لقى ان شكله حلو فيه شوية من التفاصيل الحلوة بدأت ان هي تعملو بسبري وعالية قطعة مراية وحولته ليه الطابلو او البروازي الحلو اللي على الحيطة ده كمان بصوا عندها هنا بقى اجواء عندها شوفوا قد ايه بسيطة وروحة حلوة بجد وكل مرة بتحاول ان هي توفق ما بين الدكورات اللي هي حطاها وما بين الوان الكوشنز او الوان الستاير الوان كمان الرونر اللي على الكراسي كل دي برضو افكار حلوة ان هي تخلي كل الستايل واحد زي مغيرات الكوشنز اللي باللون الاخضر في الاول بدأت هنا تعملها باللون الازرق ونفس اللون ماشي مع الوان الشمعدانات والدكورات اللي هي حطاها على الترابيزة وعاطف الاخر الشكل الحلو اللي انتو شايفينه ده وقد ايه بجد مريح للعين ومريح كمان ان هي تكون الناس قاعدة ومرتحة فيه ده برضو هنا ستايل تاني باللون الاسود واللون الدهبي ما بين برضو الكوشنز وما بين الدكورات البسيطة اللي هي حطاها فكرة كمان هنا ان هي تعمل الكتب دي لو كون عندها كتب مش بتستخدمها وتحولها الكتب ديكور بدل ما تشتريها عملتها هنا بالاسبرية الابيض وجابت الستيكرز اللي باللون الدهبي وبدأت تكون كلمات على الكتاب برضو باللون الدهبي عشان يمشي برضو مع الستايل كل مرة شفت بقى ان هي عندها شكل مختلف على الترابيزة كل مرة بتحس ان هي قاعدة في جو مختلف نيجي هنا كمان برضو اللمستها الحلوة على الجرات الخاصة بيه الكاندي او التسايل اللي موجودة عندها في البيت شوفوا ان هي بلمسة بسيطة جدا غيرت من شكل البرتمان حطت كده الغطعمتها باللون الدهبي وعندها كور كده شفافة حطت جوها شوية من الحاجات كده اللي بتلمع اللي تدي شكلها حلو وبدأت ان هي تثبت عليها غيرت من شكلها تماما حتى هنا كمان الحيوانات بتاعت ألعاب أولادها فجأة كده حست ان هي ممكن تستخدمها بفكرة مختلفة فجابت عندها الاتنين الكوسترز دول ثبتتهم مع بعض كده بشكل عمودي وبدأت ان هي تعمل الحيوانات تثبت عليها بعد طبعا معمتها باللسبريل دهبي وعملتها كستاند كده او ان هو حاجة ديكور على الكتب اللي هي حطها في المكتبة يبقى شكلها حلو جدا حتى كمان هنا فكرة الكوشن زي ان انت تقدر يتزينيها بأيديكي لو عندي كوشن زادة وتقدر ان تدي في اللمسات كده من الفر واول الشرايط اللي هي بتبقى السترز كده تقدر ان انت تدي فيها عليها دي برضو هتديها اللمسة حلوة ومش هتكلفي كتير طبعا حتى هنا كمان برضو عندها الابجورة شوفوا الاول كان شكلها عمل ازاي وبعد التغيير اللي هي عملته والكريستالات اللي ضفتها بجد عطيها شكل حلو قوي خصوصا كمان لما بيبقى فيه اضاءة مع الكريستال بتدي زي لمعة كده وكمان بتدي زي زل كده على الحطة بيبقى شكلها كمان في الدكورات حلو بدأت ان هي تثبت كده الكريستالات على الاطار اللي هو الدايرة اللي هو زي ده كده وحطيته جوه الابجور وغيرت من شكلها تماما هنا برضو نفس الفكرة بتاعت الاطار الدهبي ده بدأت ان هي تستخدمه الاطارات دي طبعا والحاجات دي لو انت مش متوفرة عندك كل الادوات دي من حاجات متهلكة عندك او بتاعت حاجة تكسرت تقدر تستخدميها في فكرة تانية لو انت حابة فكرة زي دي الادوات دي بتتباع في محلات اللي هم حاجات الهند ميد اللي بيبيعو الخرز وبيبيعو الخيوط والحاجات دي تقدر تشتري كل الحاجات دي من عندهم ولو انت حابة تعملي فكرة زي دي اكيد هتلاقي كل الادوات بس احنا بنقول ممكن نحن نستغل الحاجات المتهالكة اللي احنا خلاص هتكسرت ومش هنستخدمها ان نحن نحولها لشكل تاني نبقى استغلناها بأفكار كده حلوة ووفرنا فلوس طبعا حاجات كتير بدأ من نشتريها دي بعض التنظيمات اللي كانت عاملها في المطبخ سواء ترتيبها للدرج الخاص بالأكياس أو بعض الحاجات اللي هي رصوها على الرخامات بشكل حلو جدا وانيك بجد يعني في كل لمسة بتعملها بتدي شكل حلو قوي كمان برضو من طرق التقديمات الحلوة بتاعتها الطبق ومراية مفيش ابسط من كده طبق ممكن يكون مكسور عندك مش هتستخدميه غلي فيه بشوية من الاسترسات وبتدي حط عليه كطعة من المراية أو كطعة من الخشب برضو وبتدي ان انت زينيها بشوية حاجات كده بتلمع تلاقي نفسك عملتي حاجة من ما فيش عملتي حاجة من حاجات متهالكة زي هنا فكرة برضو بولا وعندها ستند كده من المعدن عملته بسبري اللون الدهبي والطبق باللون الأبيض وعندها شوية من الفراشات أو الدكورات المختلفة اللي موجودة تقدر يدي فيها عليه وتحوليه شكل تاني حلو كده زي ما انتو شفته هنا برضو دي تزينها ليه السنة الجديدة وبعض الدكورات اللي هي عاملها ككورنر موجودة عندها في البيت بطريقة حلوة جدا كده وهنا كمان برضو بعض التقديمات اللي هي بتعملها على صفرتها وقلتلكم ان هي بتسعد جدا نفسها باستقبالها لتوفق الحلوين وتحسوا ان كل ستايل تقديماتها والصفرتها كلها بالستايل العربي اللي كلنا بنحبه وكلنا بجد بنعشق التقديمات اللي بالشكل ده نوصل هنا كمان برضو ليه ريفيو سريع منها عن مكنستها الجديدة الحلوة اللي تقدر ان هي تتخلص لها من كل الحاجات بقى اللي بصتوا اعياني مجرد بقى ايه واقعا ده حاجة كاتشاب او بيت او حاجات تقدر ان هي تعمل بقى على الارض وتتخلص منها بسهولة سواء حاجة سائلة او حاجة اللي هي النشفة اللي تقدر تلمازل تراب او اي حاجة كده هبتقول ان هي حلوة جدا بتسهل عليها وقت ومجهود كبير كمان اخر اللمسة هي بتعملها معانا هنا تغييرها ليه المطبخ من غير تكسير ومن غير تكاليف كتير بتجيب اللي هي الوحدات اللي شبه البلاط دي وبتبتدي ان هي تركبها بكل سهولة مش هتحتاج منك اي مجهود خالص وهتبقي غيرتي اللي ستايل عندك بابسط حاجة بس كده ده كان فيديو النهاردة وصلنا معا للاخر يا رب يكون عجبكم ما كناش يعني راغينا كتير ولا كان الفيديو تقيل عليكم بتمنى دايما يا رب كده ان انتوا تدعموني وتشجعوني باللايكات الحلوة بتاعتكم من الكومنت وتقولولي ايه رأيكم في سيدة النهاردة وافكارها الحلوة اللي عرضناها وشفناها مع بعض واشوفكم على خير بكرة فيديو جديد وسلام